ما شهده المسجد الأقصى المبارك من عدوان شمل حصارا واقتحاما لقوات الاحتلال وما يسمى رئيس بلدية الاحتلال استهداف واضح واعتداء مقصود هذا ما أجمعت عليه الهيئات الإسلامية والقوى الوطنية في بيان مشترك أصدرته للتحذير من تبعات استمرار هذا الاستهداف كل جماهير شعبنا في مدينة القدس أجمعوا بأن ما يجري هو طغيان وهو افتراء وهو اعتداء وهو بلطجة وبالتالي المقدسيون كما كانوا دائما وأبدا ارتباطهم بالمسجد الأقصى ارتباط رباني قلناها مران وتكرانا وبالتالي سيحمل المسجد الأقصى بكل إمكانياتهم بكل ما أوتوا من قوة بصدورهم العارية منذ عام وهم يحاولون تغيير الوقائة على الأرض بعد هبة الأقصى في العام 2017 الآن بعد عام حاولوا تنفيذ المشهد مرة أخرى إخلاء المجد الأقصى المبارك وأغلاق البوابات لكن وقف المقدسيون وأعطوا رسالة واضحة لهذا الاحتلال بأن مشروعك لن يمر في المجد الأقصى المبارك بعد الاعتصام المفتوح الذي أعلن عنه المقدسيون وصلاتهم على الأسفلت قبالة باب الأصباط المغلقة أجبر الاحتلال على فتح بوابات الحرم القدسي لكن غدات الحصارة ما زال الاحتلال يفرض إجراءات مشددة عند البوابات وهاهو يمنع عجزا من دخوله للصلاة عدوان الاحتلال خلف أكثر من أربعين إصابة ونحو ثلاثين معتقلان أفرج عن معظمهم بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع ودفع كفلات مالية انتهى الاعتصام باب الأصباط وفتحت بوابات الأقصى لكن استهدافه لم ينتهي إذ ينضي الاحتلال ومستوطنوها بمخططات تمس بالوضع التاريخي والقانونية للقدسي ومقدساتها كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين العاصمة المحتلة ترجمة نانسي قنقر